منذ بداية الحرب كثفت الأمم المتحدة من شارع أهل الإنسانية في اليمن نظراً لانهيار الدولة وترد الوضع الإنساني لمستوى وصفته المنظمة الأممية بأنه أسوأ أزمة إنسانية في اليمن يقول المراقبون إن مجمل ما قدمه المانحون اليمن خلال سنوات الحرب يفوق 23 مليار دولار معظمه عبر منظمات الأمم المتحدة لكن الوضع الإنساني في اليمن لم يشهد تحسناً موازياً لحجم هذه التبرعات وهو ما يرجع بحسب البعض إلى عدم جدوى وفاعلية أولويات المنظمات الأممية بالإضافة إلى انعدام الكفاءة والمسؤولية ومرعاة احتياجات اليمنين الحقيقية قبل أيام قامت الأمم المتحدة بتنفيذ مشروع تدريب مئة مدع عام في صنعاء وحج وصعد وعمران في الوقت الذي تنتشر فيه حم الضنك في العديد من مديريات محافظتي الحديدة وتعز مودية بحياة العشرات من المواطنين وقبل أشهر دعمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي بعشرين سيارة تحت لافتة دعم نزع الألغام في الوقت الذي يعرف الجميع أن الحوتين هم الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن وأنهم لا يفكرون إطلاقاً بانتزاع أي لغم يقود هذا إذن إلى سؤال كبير تترتب عليه عشرات مليارات ومصير ملايين اليمنين ما هي أولويات مشاريع الأمم المتحدة في اليمن؟ يرى مراقبون أن أداء المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن لا يستجب للأولويات الإنسانية وحاجات المواطنين بل تتداخل الأهداف الإنسانية بالسياسة وفق أجندات الأمم المتحدة والأطراف المسجرة للسياسات الدولية تركز أنشطة ومشاريع الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين لا يوجد له تفسير مقنع رغم المضايقات الشديدة التي تتعرض لها هذه المنظمات من الحوثيين وآخرها ما كشف عنه برنامج الأغذية العالميين الذي هدد بإيقاف نشاطه قبل أن يتراجع في ظل تجاهل الميليشيا لمطالبه مبالغ ضخمة تستلمها الأمم المتحدة من المالحين باسم دعم اليمنين وهما يتطلبوا رقابة مجتمعية في ظل إنهار منظومة الرقابة الحكومية لكن يبدو أن لا شيء ذلك متحققا الآن سوى أصوات قليلة تصرخ منذ فترة أين الفلوس ترجمة نانسي قنقر